دلوقتي بقى نروح مع حضراتكم مشاهدينا للصحافة الرياضية نهاردة هنروح أو هنقرى الصحافة من جريدة الشروق وحتكون مراسلتنا نورهان تمان موجودة عشان نتابع معاها أهم المنشطات ومن المنشطات المهمة من صادق البلد الملف الأبرز اتحاد الكرة بيكشف عن حكام مباراة الأهلي والإسماعيلي نورهان منجور صباح الخير وسبعينك وطمينين عن الحكام تفضل يا صباح الخير يا نهواند وصباح الخير يا كريم صباح الخير على كل مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان احنا هنا من مقر جريدة الشروق نطلعكم على أبرز وأهم الأخبار الرياضية الصادرة صباح اليوم وزي ما قلت يا نهواند أول خبر معانا عن التحكيم ولا صوت يعلو فوق صوت التحكيم بالنسبة لمباراة الأهلي والمنشط بيقول اتحاد الكرة يكشف عن حكام مباراة الأهلي والإسماعيلي وده منشط من صدى البلد أول خبر معانا والتفاصيل بيقول أنه علننا اتحاد مصري لكرة القدم تعيين الحكم محمد الحنفي لمباراة الأهلي والإسماعيلي اليوم المقرر قامتها في التاسعة مساء ضمن المؤجلات في الجولة 18 بالدوري المصري كمان خلال لكم أن مساعد محمد الحنفي هيكون أحمد حسين مساعد أول وعلى الفيديو ده الأهم عمر الشناوي ومصطفى عطية تاني خبر معانا من اليوم السابع شباب اليد يواجه ليبيا اليوم بالبطولة الافريقية برواندا يواجه شباب اليد منتخب ليبيا اليوم في رابعة عصرا في ضربة البداية بالبطولة الافريقية اللي بتستضيفها دولة رواندا واللي هتقام إن شاء الله يوم يعني من 20 أغسطس الجاري وحتى 29 أغسطس تالت خبر معانا من يلا كرة ومحترفين والحديث برضو عن محترفين يا طول ويمكن تفوق كبير وظهور رائع لنجمنا نادي الأهلي محمود تريزيجي في مباراة ترابزون أمام أنطاليا سبورت اللي أقيمت أمس يعني على الرغم طبعا من خسارة تريزيجي أو فريق تريزيجي ترابزون بخمس أهداف مقابل أهدافين إلا نجمنا المصري محمود تريزيجي قدم أداء كبير جدا وكويس جدا وعلى المستوى الفني يعني نال إشادة كبيرة جدا العنوان بيقول أسست وكرة في العرضة ضمن ملخصات لمسات تريزيجي أمام أنطاليا طبعا يعني نجمنا المصري زي ما نقول لكم قدم أداء كبير وساهم في الهدف أو الهدفين لفريقه على الرغم من الخسارة بخمس أهداف مقابل هدفين آخر خبر معانا من الشروق انتر ميلا يتجاوز سبيزيا وينفرد بصدارة الدوري الإيطالي انفرد فريق انتر ميلا بصدارة الدوري الإيطالي بعدما احتل طبعا المركز الأول براسيد ست نقاط بعد فوزه على فريق سبيزيا اللي يظل في المركز العاشر بطبعا سلاس نقاط دي كانت أبرز أخبارنا هنا من مقر جريدة الشروق شكرا لكم جدا وعودة مرة أخرى إلى الستوديو تغطية رائعة كالعادة نورهان شكرا جدا على هذه التغطية تغطية رائعة كالعادة نورهان شكرا لكم جدا